انا فاكر اول ما اطلق الحوار الوطني اول ما الرئيس دعا للحوار الوطني في اثناء الاسرة المصرية في رمضان سنة عشرين وعشرين في ابريل اظن اربعة وعشرين وخمتة وعشرين ايجي لحاجة كده لو انا فاكر كويس يعني واول ما الرئيس اطلق الدعوة للحوار الوطني وتفعيل لجلة العفو الرئاسي طلع ناس كتير جدا جبر عشان نبقى امين قل لك حوار الوطني اتحقوا علينا وش يحصل حاجة ومجرد صحات طيب بدأ تشكيل مجلس الامنة بالفعل قال لك ايه بقى قال لك مجلس الامنة اكيد كله هيجي مولافة اتعمل مجلس الامنة خمسين خمسين بالملي بالتمام والكمال طيب اتعمل مجلس الامنة قال لك يا عم حليني ولا هيعملوا حاجة ولا هيحصل لحوار وطني ولا كلام من ده ولجلة العفو الرئاسي دي مش هتطلع حد وانه كل دي تصريحات للاستهلاك السياسي هب لقينا لجلة العفو الرئاسي بتخرج الناس والحوار والمجلس الامنة قاعد عمان شغال على انه يعمل الهيكل العام لجلسات الحوار وتقسيم المحاور واللجان لذلك وصولها لتسعتاشر لجنة بقى سامي مقررنها بمقررنها المساعدين قال لك طب واحنا امتى هنبدأ يا جماعة واخلي بالك التشكيك في المطلق يعني لازم اي حد في الدنيا شايف نفسه انه هو لما هيشكك هيبقى فلوطة فطبعا احنا عندنا فلاليت كتير في حياتنا يعني وزي ما بيقول لك جوا بر عشان تبقى فاهم يعني فتشكت بالفعل كانت اللجان بالمقررن والمقررن المساعدين وبدأ كمان ارسال الدعوات للمشاركة وفتح باب المشاركة امام الكل اي مواطن عاوز يتقدم باقتراح تقدمت باقتراحات عشرات الالاف انا اظن تقريبا حوالي مئة الف مقترح تم بحثهم حرف حرف ده في البداية وبدأت الجلسات وبدأت الناس تحضروا شخصيات عامة وما الى ذلك وانعقدت جلسات الحوار الواطن اجد انه من 19 لجنة 13 خلصوا الصياغات بتاعتهم وتم مناقشتها مع مجلس الامنة لرفعها الى فخامة الرئيس تخيل بكل التشكيك ده وبرده كل ده تم ده معنى ايه انه لا داعي للتشكيك على الاطلاق لانه مفيش كلمة بيقولها الرئيس ما بتحصلش ولك انت تخيل انه من دعا للحوار الوطني هو اللي بيشكر المشاركين في اعداد الصياغة يعني الرئيس هو اللي دعا والرئيس هو اللي بيشكر ويتوجه بالشكر والامتنان لكل المشاركين في اعداد وصياغة مخرجات الحوار الوطني النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي كتب هذه التدوينة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك فقال طلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية واجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وانني اذ اتقدم لكافة المشاركين في اعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان اؤكد على احالتها الى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في اطار صلاحيات القانونية والدستورية كما ساتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي الى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية وهنا تنتهي تدوينة فخامة الرئيس ترجمة نانسي قنقر